من جديد مشاهدين أيضا كما أسلمنا قبل قليل نتوقف مع حملة حول مخاطر الزواج المبكر الحملة جاءت تحت عنوان زواج مبكر زواج مدمر هذه الحملة أطلقتها مؤسسة السوا وتستهدف المناطق المختلفة ليست حكرا على منطقة بحد ذاتها تستهدف المدارس والشباب بشكل عام وهي لشمر مدير عام مؤسسة سوا معنا هذا الصباح تحدث أكثر عن هذه الحملة كيف ممكن تحقق نتائج إجابية مستقبلا صباح الخير أهلا ومرحبا بك كمانا ممكن مش أول مرة بنحكى في الموضوع حكى فيه كثير وحملات كثير عاملة عن هذا الموضوع ومؤسسة كثير حكت كمان وصلتت الضوء على هذه القضية أن تجي هذه الحملة هل باعتقادك أن الحملات السابقة لم تحقق الهدف الموضوع لا بدنا نحكي أنها فشلت لا أنه ما وصلت مرحلة أنه من خلالها نحكي أنه تغيرت نظرة المجتمع بالفعل لهالقضية وحققنا نتائج إجابية يعني أنا بدأ أحكي على الأوضاع اللي منعيشها اليوم لأنه كلما الوضع عمليا عم بسوء أكتر كلما المشاكل الاجتماعية هي عم تتفاقم أكتر تمام الموضوع الزواج المبكر أو التزويج المبكر هي نقطة كثير مهمة ونقطة كثير خطيرة كمان لأنه إذا إحنا بدنا نطلع على مستقبل الشباب بفلسطين فإحنا لازم يكون في عنا خطط استراتيجية كيف نأهل هدول الشباب لأنه يصيروا قادة في المستقبل ولما إحنا بنحكي على شباب نحكي على فتيات وفتيان يعني شابات وشباب شباب دكور وإناث بالضبط فعمليا الشيء المؤشر كان لإلنا هو ارتفاع عدد الاتصالات اللي عم توصل على مؤسسة سوا لأنه سوا بتدير خط هاتفة ارتفاع عدد الاتصالات هو بموضوع التزويج المبكر هو كان بدق جرس لإلنا وهو اللي وجهنا بأنه يجب عمل حملات أخرى بالإضافة للحملات اللي كانت في السابق لأنه إذا منلاحظ عنا فيه فقر أكتر فيه مناطق مهمشة أكتر عم بتكون فيه عبق على العائلة وبالتالي هذا بيؤدي لأنه يتم التضحية بالفتيات وأنا بسمي التضحية لأنه في بعض الأحيان بيكون هذا الزواج هو تدمير لمستقبلها لأحلامها لحنوحها صحيح الوضع الاقتصادي يعني بزداد سوءا وكمان نسبة الفقر بزداد وحكينا في موضوع الفقر قبل يومين بأعتقد مع الجهادات الإختصاص ولكن هناك نسب تعليم كمان يعني نحن نحكي عن أنه نسب الشابات أو الفتيات الفلسطينية المتحقات بالتعليم أكثر من نسبة الذكور وأخذنا أي جامعة ممكن نشوف نسبة الطالبات في الجامعة أكثر من نسبة الذكور بالتالي هم مرتبطات أولا بالدراسة ثانيا عملوا بزيد الوعي عند الطالبات واليوم شوي الثورة التكنولوجية كمان أثرت بالموضوع عمليا الحد من ظاهرة التسرب من المدارس كمان أثر على الموضوع فكيف أنه ممكن نشوف كل هاي العمل المجتمع مع استمرار أنه في موجود حالات زواج مبكر يعني لما إحنا بنعمل أحصائيات وأبحاث ودراسات كتير مهما يعني ناخد الوجهين الوجه اللي فيه الفتيات والنساء عم بتقدموا والوجه الآخر مع الفئات المهمش اللي هي ما عم نوصلها بالمرة وبالتالي هدولا كمان بشكله كل مشاريعنا واستهدافنا مش بيوصلها هاي الفكرة هدول كمان هم يعني فئة مجتمعية مهمة أنه نوصل لإلها وبالتالي احنا مثلا فيه عندنا مدرسة استهدفناها في منطقة القدس اللي هاد المدرسة أغلب البنات اللي فيها هم بنات اللي تصربوا من المدارس المدرسة فيها ما يقارب متين طالبة هدولا تصربوا من المدارس بقبل صف تاسع وعمليا لما احنا زرنا هاي المدرسة هذا كمان كان مؤشر كتير قوي لإلنا اشتغلنا مع صف الصف فيه أربعين طالبة كان تسعة وثلاثين منهم خاطبين خاطبات المنات صف تاسع صف تاسع كان أمر مطلقة خمسة عشر يعني خمسة عشر أو أربع عشر أربع عشر تسعة واربعين طالبة تسعة وثلاثين طالبة كانوا خاطبات وطالبة واحدة مطلقة فعمليا هذا كان لإلنا يعني كتير هزنة ولأنه فترة الخطوبة ما بتطول فعمليا هما ممكن يكملوا لتوجيهي ما يكملوا طبعا بالتالي هما بيكونوا ربات بويوت وهول احنا كمان وهذا في القدس بالقدس آه ويعني كمان هذا الاشي هو منتقل في كتير مناطق في الضفة وفي غزة فعمليا إحنا لما منحكي على فتاة اللي عمرها 13 سنة هي عم تتأهل لأنها تتزوج عمليا هي من ناحية نفسية غير ناضجة من ناحية اجتماعية غير ناضجة من ناحية عاطفية هي غير ناضجة فعمليا كيف إحنا منعتي مسؤولية لطفلة إنها تتأهل وتصير أم وترب طفلة أنا بتذكر إحدى الحالات اللي تابعتها واشتغلت معها فتاة اللي كان عمرها 16 سنة وكانت تحكي عن طفل عن طفل هاللي عمره سنتين في بداية محادثة معها ما كنت قادرة أميز عمرها بس من الحديث اللي بتحكيه حديث طفلة اللي عندها مسؤولية كتير كبيرة مش عارفة كيف تعمل مع هاد المسؤولية طيب لما منحكي عن زواج مبكر عرفنا إنه زواج مبكر ممكن يكون بعمار 13، 14، 15 طيب الزواج اللي هو لازم يكون حسب يعني التصنيفات اللي أنتوا عملياً بتحبوا تكون موجودة بأي سن حتى إنه تكون هالبنة مهيئة الفتاة هذه مهيئة حتى إن تكون ربة بيت ربة أسرة تقود المنزل على علم ودراية كيف تدير شؤونها وأيضاً لتربية الأطفال وهذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عتقها مستقبلاً هلا أنا بحكي رح أحكي من ناحية علمية من ناحية علمية بس أنا بعرف إنه المجتمع بتتفقش معاي بهذا الموضوع لأنه عملياً الجيل المناسب للزواج لما الإنسان هو بنضج من ناحية عقلية وعاطفية ونفسية وبصير قادر إنه على أخذ القرار السليم لنفسه هي بعد جيل الخمسة وعشرين سنة بس هذا كثير بس إذا إحنا منقص على مجتمعنا إنه اللي بصير عمره خمسة عشر سنة وهو مش متزوج إذا بالأخص إذا كانت فتاة فكتير من الوصمات أو الأقويل اللي بتطلع مش لها الدرجة مش ممكن مش لها خمسة عشر بس كمان لما إحنا بنحكي مع فتيات وبتقول لبنت اللي عمرها ست عشر سنة أو عشرين سنة أنا صرت كبيرة فشو يقول اللي عمره أربعين وخمسين أنا سأحكي لك مسؤولية مين هذا الموضوع يعني هو عملياً لما بتروح البنت خلناقش الموضوع هيك وبصراحة وممكن الجهات المختصة كمان بشوفونا لما بتروح البنت أو الفتاة الفلسطينية العملياً لكت بالكتاب ليش بيكون فيه مثلاً قانون معين إنه هي بالسن كذا ممكن تكتب الكتاب بالسن كذا ممنوع أو قبل السن كذا ممنوع تالي كيف بتشوفوا هذا التصور؟ يعني هذا فيه عليه خلاف وتم رفع سن الزواج عملياً بس بالواقع وهذا الشيء ما بيصير يعني ممكن إنها تتزوج وتخلف وتنجب وعملياً الزواج ما يكون مسجل لأنه هي بعدها تحت السن القانوني ولا تبلغ السن القانوني بتم تسجيل هذا الزواج فعملياً دائماً فيه التفاف على كل القوانين اللي أنا هون بحب أحكي أنه هذه المسؤولية هي بتقى على كل فرد بالمجتمع وعملياً أي شخص هو بدعم بهذا الفكرة هو بدعم بأنه إحنا نزيد المشاكل بداخل المجتمع وبدعم لتدهور المجتمع أكتر هاي نقطة كتير مهم إنه ننتبه لإلها إحنا الحملة أطلقناها مبارح على عبر الفيسبوك وبها قل من 24 ساعة كانت الحملة واصلة لأكتر من 3 مليون ونص مشاهد كان في عنا تعليقات كتير تعليقات مع تعليقات ضد وهذا يعني شيء كتير منيح لأنه مهم نفتح هاي الطبوهات اللي إحنا عم نحاول كل الوقت نسكر عليها أو نغطيها أو نغلفها بأمور اللي هي خاصة فقط على الأسرة إحنا بدنا نفتحها ونعملها موضوع قضية رأي عام لأن هذه قضية هي بتهدد كل فرد بداخل المجتمع وعمليا إحنا المجتمع عم بتطور ولكن العادات والتقاليد الاجتماعية يعني إحدى التعليقات اللي استوقفتنا في النقاش إنه نرجع لجدودنا كيف كانوا يتزوجوا قبل طيب أنا بتذكر ستة لما تزوجت كان عمرها 13 سنة وهي كانت تحكي لنا قصتها إنه هي روحت على بيت جوزها مش عارفة إيش مش عارفة إيش بيسير وثاني يوم كتلعب تلعب مع أولاد الحارة فعمليا إحنا بدنا نرجع لإعاملين كثير من القضاة هي كسمائنا عمليا في هذا الجانب الموضوع بحجرة توعية كثير يعني عمليا إنه يكون فيه شراكة حقيقية له المؤسسات العاملة في هذا المجال مع وزارة التربية والتعليم متسادف مدارس الإناث ومدارس الذكور على حد سواء إنه هالمخاطر الكبيرة لعملية الزواج المبكر هائية ناس ادركوها إنه هذا كله بنعاكس علينا مستقبلاً بنعاكس على المجتمع بنيت المجتمع وتكوين الأسرة المستقبلاً طبعاً إحنا يعني بهذا البرنامج اللي هو يعني حمله لفترة شهر إحنا حاولنا إنه نعملها زي بايلوت زي يعني يعني تجريبة تجريبة عشان من بعدها نقدر نطلق حملة نحكم على الشهر أوسع وعملياً هون كمان يعني الحملة هي قائمة بدعم من الممثلية الكندية فعملياً إحنا حاولنا إن نلاقي الوسائل اللي بتوصل للناس بسرعة أكتر ومن خلالها والوسائل اللي الناس بستعملها أكتر ومن خلالها إحنا نطلق هذه الحملة فكان عنا توجه لمدارس في منطقة رمالله ولمدارس في منطقة القدس لكن مستقبلاً إحنا رح نتوجه لمناطق أوسع لأن المشكلة هي موجودة في كل المناطق عملياً لا تقتصر على منطقة واحدة وبالتالي يعني المؤشرات اللي عندنا لغاية اليوم هي كثير مشجعة لأننا نستمر في الحملة في أراء مساندة للأفكار التي تطرحوها طبعاً كان كثير في أفكار التركيز في الموضوع حسب يعني ممكن فيش إحصاءات في هذا الجانب ولكن التركيز وين بتشوفوه أكثر في المناطق الفلسطينية في هذا الجانب اللي هو زوجة مبكرة بأي مناطق يعني تتركيز وين؟ يعني أنا بديش أجزم لأنه يعني إحصائياً ما فيش إش مثبت يعني بحاجة يمكن كمان ينعمل بحث أو دراسة عن الموضوع وفي مؤسسات عم تشتغل على هذا الموضوع بس عملياً إذا أنا بدي أشير للإحصائيات اللي بتيجي لمؤسسة سوا فعنا يعني بتيجي غزة في الأول الخليل محافظة الخليل بعدها رمالة جنين القدس ونابلة كمان حاب نتعرف على قضية النجاح في هذه القصص في قصص الزواج هناك إحصائيات في هذا الموضوع وين كانت الفشل وين كانت قصص النجاح مستوى الفشل إذا ما قورن بالنجاح كيف تكون؟ شوفوا الصراع اللي بصير بداخل الأسرة لما بصير في موضوع لتزويج فتاة بجيل صغير هو بصير بين الأب والأم والفتاة هي بتوقع ما بين التنين هلا الحالات اللي اتصلت في سوا في الخط واحد تنين واحد معها احنا قدرنا نعمل تعزيز لشخصيتها وتقوية لشخصيتها وهي بنفسها قدرت تاخد قرار كيف تتعامل مع الموضوع وكيف تقدر تجند الأطراف اللي ممكن تكون داعمة وعمليا احنا استطعنا إنه نساعد فتيات بإنه يستمروا بتعليمهن ويتحدوا هذه الخطوة ويطالبوا فحقهن في الاستمرار في التعليم لحد ما توصل لمرحلة اللي هي بتقدر تقرر إنها تقرر المناسب بدها تتظهر أنا بدي أشكرك سيدة أهيلا شؤمر مدير المدير العام لمؤسسة سوا وإن شاء الله حملتكم تتكلل بالنجاح وتحقق الطموح من هذا والغرض من هذه الحملة وهذه الأفكار اللي بالفعل وأفكار مهمة والمشكلة موجودة وحقيقية في المجتمع الفلسطيني سعي صباحك سيدة أهيلا صباح الخير شكرا